الحقيقة في بداية كلامي حابب أن أنا أهنئ كل جموع الشعب المصري في كل مكان في العالم بذكرى النصر نصر 6 أكتوبر الذي عرف العالم كله أن المصري غير أي حد المصري يقدر يصنع الإنجازات بأقل الإمكانيات وبكل الأمور الممكنة ربنا سبحانه وتعالى ميزنا عن كل دول العالم بالميزة دي الإصرار والعزيمة والجلد عايز كمان أهنئ قواتنا المسلحة أصحاب الإنجاز والانتصار التاريخي رجالة الأظام مليون سلام وتحية لكل الجنود اللي شاركت فيه الحرب ورفعت راية النصر بفضل ربنا وبفضل قواتنا المسلحة ورئيسنا الحقيقة لكلنا بنعتبر هدية من ربنا لينا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلينا الحقيقة منتهى السعادة اللي في الدنيا ومنتهى الفخر اللي في الدنيا أن تكون مصري في مثل هذا التوقيت كلنا سعداء كلنا فرحانين النهاردة لأن النهاردة يوم مختلف النهاردة يوم 6 أكتوبر ونصر أكتوبر العظيم وزينا زي كل مصري في مصر وفي كل بلاد العالم كلنا الحقيقة بنحتفل بهذا اليوم والنادي الأهلي النهاردة الحقيقة بيهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب على تقديم التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة الأهلي أيضا يهنئ الفريق أول محمد زاكي وزير الدفاع في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة حرص أيضا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب على تهنئة سيادة الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة تحية مصر تحية مصر تحية مصر